السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام اسعد الله وقاطعكم بكل خير كيا اوبتيمم وديل 2013 هذه السيارة تعمل بزر تشغيل او ما نسميه بالبصمة لكن دعوني اولا اشرح لكم ما الذي حصل لها فقد تعرضت لاحتراق الضفير الخاصة بالمحرك بشكل كامل كما تلاحظون اثار الحرق على اطراف كويلات الشرارة والسبب هو عدم احكام انبوب تجهيز مضخة الضغط العالي بالبنزين مما ادى الى تسريبة بالتالي اشتعال النار وبعد اطفاءها وجب استبدال ظفيرة اسلاك المحرك فقط اي اخوان الظفيرة فقط الخاصة بالمحرك احترقت ركبوا ظفيرة جديدة في احد الورش وبعد اثمام العمل لم يشتغل المحرك اذ عنده الضغط على زر التشغيل فانه يعمل في وضع الان لكن لا يعطي امر التشغيل للسلف او بادئ الحركة كما تشاهدون عند الضغط على دواسة الفرامل وكبس الزر لا يستجيب المحرك ولا يدور اصلا غالبا تحصل هكذا حالة عندما يكون سويتش الفرامل متعطل لكن هنا كل شيء يعمل وبعد الفحص بجهاز تشخيص الاعطال لا توجد اي مشكلة لا في تعريف البصمة او السمارت كي وكذلك لا توجد مشكلة في اسلاك زر التشغيل كل شيء جيد التوصيل جيد هنا يجب ان نتتبع امر التشغيل باستخدام المخطط الكهربائي الموجود في برنامج جي دي اس اخوان هذا البرنامج جي دي اس خاص بوكالة كيا وهيونداي طبعا متوفر دائما الاخوان يسألوني اذا عرفت هذا البرنامج من اين اتيت به وكيف اخوان هذا اوفلاين متوفر لسنة 2014 اما الاصدارات الحديثة فهي تعمل اونلاين ويكون باشتراك شهري او سنوي حسب الاتفاق مع الموزعين الخاصين بالخدمة نستخدم هذا البرنامج اللي كي نتعرف على آلية عمل زر البصمة عند الدخول على تبويب ال start system او مخطط نظام التشغيل نجد ان المتحكم الرئيسي في عملية اقلاع المحرك هي الوحدة الالكترونية الخاصة بالمفتاح الذكي او ما يسمى بال smart key control module هذا الكمبيوتر غير موجود في السيارات التي تعمل بالمفتاح العادي او ما نسميه اخوان بال switch switch التشغيل لا يوجد هذا ال control اذ انه يقوم باستلام معطيات محددة لكي يصدر امر التشغيل للرلي الخاص بالسلف وفقدان اي اشارة من الاشارات الخاصة فلا يقوم بتشغيل محرك اي انه ال control اخوان يحتاج الى مدخلات لكي يقوم باصدار امر التشغيل الى الرلي في هذا المخطط يبين لنا اهم الاشارات الواجب توفرها لكي تتم عملية التشغيل فهو يحتاج امر من زر التشغيل او البصمة وايضا يحتاج اشارة الضغط على دواسة ال break طبعا طبعا كل هذا اخوان متوفر لكي يصدر اشارة التشغيل التي تذهب بشكل موجب الى ريلي السلف بعد التحقق من شفرة التشغيل اذا كانت طبعا السيارة اخوان فيها امو بلايزر ويكون بالتواصل مع كمبيوتر السيارة عن طريق الكامباس اما بعد التشغيل فان ال 컨ترول يحتاج لاشارة فيدباك كي يحسب الوقت الكافي لتدوير واشتغال المحرك يختلف اخوان وضع ال 컨ترول من سيارة الى اخرى بعض السيارات يكون معقد جدا ويحتاج الى اشارة سرعة السيارة ويحتاج الى اشارات اخرى اما في السيارات الكورية غالبة يكون بسيط اذنه قبل التشغيل زر البصمة بعدها يبدأ بارسال امر التشغيل الى الرلي الخاص بتشغيل سلف المحرك سأتوجه بالفحص الى كنترول المفتاح الذكي او السمارت كي كنترول موديول الذي نستدل على مكانه بواسطة برنامج المخططات وهنا يكون سهل الوصول اليه على عكس بعض السيارات اذ تجد مكانه في الغالب يكون داخل الداشبورد هنا يكون في جانب الراكب قريب على فان التبريد ومثبت ببرغيين نجد هناك ثلاثة افياش مثبتة فيه وفيش جانبية كل المدخلات موجودة نلاحظ انه مجهز بالموجب وتدخل اليه اشارة البرك او الفرامل انا تحققت اخوان من الاوامر المطلوبة حسب المخطط ولا مشكلة فيها اذ تجد او نجد في المخطط الاوامر الخاصة ببدء التشغيل فقط يعني في المخطط يختصر لنا ذلك ذهبت بعدها للسلك الذي يقوم بنقل الاشهارة الموجبة الى ريلي السلف لاحظت اخوان عند الضغط على زر البصمل لغرض التشغيل فان الامر يخرج بشكل طبيعي وايضا وقت محسوب ننتظره قليلا تنطفع اللمبة اذا هنا كل شي تمام اذا ما هي المشكلة هنا يبدأ التساؤل لماذا لا يشتغل السلف ويقوم بتدوير المحرك دام انه خط التشغيل موجود وتتوفر فيه الكهرباء ومن خلال سلامة كل شي هنا في داخل السيارة فان حل الاعجية هو في ضفيرة اسلاك المحرك فقد تكون غير متوافقة مع اسلاك اوامر التشغيل وبصورة ابسط ان استبدال ضفيرة المحرك بضفيرة اخرى لم تكن متوافقة مع ضفيرة الاسلاك او جدلة الاسلاك الاصلية الخاصة بالسيارة ولغرض تصديق هذا التصور نذهب الى المرحل او ريلي الذي يشغل السلف نجد 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 انه اربعة اطراف وحسب المخطط يجب ان يكون طرف التشغيل الموجب قادم من كنترول السمارت كي الكنترول الذي قمنا بفحص اخوان مرورا بمنتخب الغيارات او السلكتر ومن ثم الى الرلي قد تسألون اخوان لماذا يمر بمنتخب الغيارات او السلكتر حتى تأتي الاشارة التشغيل فقط في وضع ال P وال N اي في وضع النيوترال الحياد وفي وضع P ال Park او التوقف الكامل وعنده فحص اطراف الرلي فنجد سوى الموجب الحمل الذي يمرر الى السلف عنده لقط اطراف الرلي اما اطراف خاصة بالرلي فلا توجد اي كهرباء لا سالبة ولا موجبة فحصتها اخوان عند الضغط على زر البصمة زر التشغيل لا تأتي كهرباء لا موجب ولا سالب في اطراف لقط الرلي كما تلاحظون فان الورشة التي استبدلت الضفيرة عملوا سلك خارج لتشغيل السيارة لعدم تمكنهم من معرفة سبب عدم وصول امر التشغيل للسلف اما انا فسأعمل توصيل خارجي من امر السمارت كي كنترول الى ريلي السلف اي من كمبيوتر التشغيل اخوان الذي قمنا بفحصة الى ريلي السلف مباشرة لغرض تأكيد ان ضفيرة الاسلاك او جدة الاسلاك لم تكن متوافقة مع موديل وطراز هذه السيارة اخوان هذا التوصيل هو لغرض التجربة بعد تأكدي تماما من عدم وجود اي كهرباء لا سالبة ولا موجبة كما قلت لكم تصل الى اطراف تشغيل الرلي وصلت سالب ثابت السالب مباشرة الى طرف البطالية وموجب سوف وصله الى سلك الامر داخل السيارة عملت سلك خارجي طويل يسمونه في مصر بالكوبري وفي العراق بالشطل هنا من داخل السيارة بكمبيوتر البصمة بعد التأكد اخوان تأكدنا سابقا ان الشحنة التي تخرج شحنة التشغيل هي موجبة الان نحاول تشغيل السيارة اشتغلت ولله الحمد وايضا تنطفئ والسلف يستجيب للتشغيل تجدون هو يستجيب للتشغيل فقط وينطفئ فور اشتغال المحرك مما يدل على ان كنترول السمارت كي يعمل بشكل سليم والخلل هو في عدم تطابق ظفيرة الاسلاك هنا وصلنا الى خيارين الاول هو استبدال ظفيرة الاسلاك حسب الظفيرة الاصلية ان يقوم السائق اخوان باشراء ظفيرة جديدة متوافقة وهذا يتطلب اجور تركيب وسعر الظفيرة الجديدة وهو خيار مكلف لصاحب السيارة اما الحل الاخر فهو بتوصيل سلك من نهاية سلك السمارت كي كنترول موديول من الكمبيوتر التشغيل الخاص بالبصمة لكن بشرط يكون هذا السلك او يذهب من امر الكنترول الى منتخب غيارات الجير او ما يسمى بالسلكتر وكما ذكرت لكم حتى لا يشتغل المحرك عندما تكون عصر الجير في وضع الدرايف او الريفيرس وقد شرحت ذلك في فيديو سابق من اراد الاطلاع على تفاصيله يضغط على الدائر البيضاء التي ستظهر اعلى الشاشة طبعا اختصرت كل هذا كي لا يطول وقت الفيديو ومررت السلك بالسلكتر ومنتخب الغيارات حسب المخطط واكملت المطلوب بالاستعانة ببرنامج المخططات وكل شيء تمام ركبنا كل شيء وعاد الوضع لطبيعته الان السيارة تعمل بزر التشغيل او البصمة كان هذا كل شيء ارحب باسئلتكم واستفساراتكم في تعليقات الفيديو وسارد عليها ان شاء الله اولا باول وفي الختام مبروك عليكم شهر رمضان واسأل الله الذي لن تطيب الدنيا الا بذكره ولم تطيب الاخرة الا بعفوه ان يشرح صدوركم ويسهل خطانا وخطاكم لدروب الجنة لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة